سلافة وخرجي مهددة بالاختيال تفاصيل خطيرة تكشف إلى العلن تحدثت المثلة السورية سلافة وخرجي لأول مرة عن تفاصيل محاولة إنهاء حياتها تعرضت لها في السودان خلال تواجدها هناك لتكريمها في أحدى المهرجنات السلمائية وقالت الفنانة السورية خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديد في برنامج الكلمة الأخيرة تعرضت للقصوة والانتقاد على السوشال ميديا عند اختلاف المواقف السياسية وأكثر من مرة كان في محاولة تخطف أولادي وأكثر من مرة كان في محاولة اختيال بسبب اختلاف أراء السياسية وأضفت سلافة وخرجي كان في محاولة اختيال في سوريا وفي السودان أثناء تكريمي في حديقة عامة ضمن مهرجان سينمائي وفي آخر لحظة قبل صعود للتكريم لاحظت حركة غير طبعية وزيارة عدد رجال الأمن وقبل صعود للمسرح لتكريمي عرفت وجود محاولة قتل بواسطة مجموعة من الشباب وتحدثت سلافة وخرجي خلال لقاء عن طبيعة علاقاتها مع طاليكها المخرج والممثل وائل رمضان مشير إلى أنهم ما انفصلوا لكن لم يتطلقوا وقالت في هذا السياق معلننا عنه السن الماضي انفصال وليس طلق فنحن لم نتطلق احنا منفصلين لكن طوال الوقت سوا لأن في عندنا عائلة وحمزة وعلي واحنا أصدقاء ووائل بالنسبة لي ليس زوجا فقط هو أخ وصديق وأب وعمله تجاه مما وابا كان عظيم جدا وعن إقامتهما بنفس المنزل قالت معظم الوقت في نفس البيت وعندما فكرنا في الموضوع كان القرار ربعيا مع الأولاد وفكرنا أنه قد يقوموا فينا لفترة معايدة ولصالحنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة